اشتركوا في القناة حسب التسريبات اللي عانى في خصوص مشروع القانون هو مشروع أساسي الإيجابي أنه بالنسبة للمستهلك المرة الأولى يقع اتهامه في قضية استهلاك يخضع إلى العلاج ويدخل في منظومة علاج دوم بعض الأشهر ما فاماش عقوبة سجنية ثم أن لم يطبق منظومة العلاج يوالي عنده عقوبة بالخطيئة مالية من ألف إلى خمس ألاف دينار هذا نعتبره إيجابي لكن طالب مرة أخرى أنه معناها يكون يرعي الظروف الناس اللي يغلطوا مرة ما يتعقبش ما يتوقفش القانون ما يقول لناش كيفاش تصير عملية الإيقاف اسكو سيقع إيقافه مدة الاحتفاظ ستة أيام كالعادة إلى أخير هي بشمشي البوشوشة معناها يصدر فيه بطاقة داع بالسجن حتى يصدر القانون أو نتيجة التحليل متاعه هناك بعض أسلبيات المهمة فيما يتعلق بإخضاع المتهم إلى التحليل سيبقى إجباري وفي حالة رفض التحليل سيصدر حكم ضده بسنة السجن مناسبة أخرى منا بش نطالبه أنه ما يقعش إخضاع المتهم إلى التحليل في حالة رفضه سيقع الحكم عليه بالسجن سنة سجن مع الظروف التخفيفة يعني نجم يكون نعتبروه بس من الحرمة جسدية بالطبع كل إنسان حر في الجسد متاعه تلزمه أنه يعطي السوائل متاعه وهذا يمس من الحرمة الجسدية متاعه كذلك هناك جريمة التردد بالنسبة لي كما نقوله مولى الدار اللي موجود ويتكيفوا بحضاه العباد هذا يعاقب ستة شهر سجن وكذلك وكذلك جريمة بالنسبة لي يجيب الزطلة موش يبيحها بدون مقابل تكون العقوبة من السنة إلى خمسة سنوات السجن بقاعة سياسة الدولة في قانون هذا السياسة مركزة أكثر على السجن بالعقوبة السجنية وهذا اللي خلينا متخوفين ونطالبه بأنه في أمام مجلس نواب الشعب يقع التنقيح ومراجعة هذه الفصول هذا مشروع مقترح من طرف وزارة العدل الذي سيتم المسادقة عليه في مجلس وزاري يوم الأربعاء المقبلة مش نقعد وصامديين ومش هذه مناسبة مش نعايته للتعبئة العامة بالنسبة لكل المنظمات المجتمع المدني والمواطنين والأحزاب السياسية أنها تضغط في المدة القريبة القادمة هذه من خلال اجتماعات واقتراحات وتخلي أنه التونسي والعائلات ترتاح على أولادها يسايم 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 بالمربور يسايم 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 بالمربور يسايم 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 بالمربور عندي أولاد تشد على ورقة حكموا عليها عام ممكن ولدي خطر رفض بش يعمل التحليل هزوه حكموا عليها عام أنا ما نعرفش ولدي ولا ولد غيري ولا ولد غيري راهو ثمانية لاف سجين في السجن عزتلة أنا ما نحكيش على المروجين راني نحكي على المستالكين وأنا ما نعرفش ولا ولدي يستالك ولا لا راني ما نعرفش تشد ولدي في ليلة بعد الكفرف مهبت صاحبه معاه وقفوه وقفوه وقرهبته وشدوه على ورقة هو ما ضربوه قالوا ضربوه وهو ما حبش يعمل التحليل أنا ما عندي حتى حاجة هذي ما نعرفش شني تبقى هل الواسن كوندو هذي قداش حب تهز من ولد قداش حب تبكي من أم قداش حب تبكي من بو قداش من أم تهز القفة الولدة راكم ما تشوفوا في شي رغم خمسة مليارات للتحليل مجرد كونوا أولادنا تشيني الأحبوسات خافوا ربي في أولادنا اللي ما تحميوا واش أولادنا مش تحميوا بلادنا ما تحميوا واش بلادنا ما قومش تحميوا فينا راكم تشزوا بأولادنا في السجون والدي معرس بداره معانتها يخدم على روحه ينقى روحه في السجن وانا نهار كل فجر نمشي من الفجورات باش نخرجوننا مرت والدي من الفجر باش نمشي نوصل الولد ينزلوا نقفها خافوا ربي في أولادنا خافوا ربي ما نطلب شيء كان يخافوا ربي في أولادنا نطالب المسؤولين كونهم ياخذوا الموضوع بجد يجي نكون أولادهم ما يتمسوش أنا ما نحكيش على أولادهم وما نحكيش على الناس اللي عندهم نحكي على الناس اللي ما عندهمش أرى واللي عنده ولده ما يدخلش للسجن وما يحللش أرى واللي عنده ما يمشيش ولده للسجن ميحللش والدي يانا والدي الزوالية والدي الفقير والدي اللي ما عندوش اذكو مالي يمشيوا للسجون برا مشيوش شوفوا للسجون تلقاوش فيهم واحد بولة بس عالي رقح القانون وسيط التنبول رقح القانون وسيط التنبول